الرصدين تكشفوا على كام مليون تاني بحلول يعني اديني أرقام احنا بحلول عام كذا لازم نكون كشفنا على عدد كذا من السيدات هو احنا يعني الحمد لله تعالى مقربين جدا من الترجيب بتاعنا لما قول حاجة 12 مليون في فترة البرنامج ده بدأ خمسة 2019 بدأنا فعليا ننزل سبعة 2019 كوفيد كسرتنا ححيح تعملتوا ازاي مع الكورون توقفنا من ثلاثة لسبعة توقفنا تماما طبعا فوجيئنا بعد و احنا مش فاهمين في حاجة والتباعد وطوقفنا وفي احتجاك مباشر مع ربعا وناس وزحمة وروح المستشفيات احنا كنا قفلنا المستشفيات كلها إيه على حالات الخطر السرطانات إيه اللي إيه اللي فوقفنا رجعنا تاني اخر سبعة اول تمانية فكسرونا خمس شهور في القمة احنا ماشيين مع ترجة حلو جدا نستهدف كمية السيدات المصريات المستهدفات نفسنا نوصل لرقب 24 مليون ان شاء الله يتعلم 24 مليون ان شاء الله وان هو قاعد حضرتك السنة الجيهة بإذن الله تعالى حيكون اكتمل داتا بيز الرائعة بتاعتنا وهبشر حضرتك زي ما قلت لحضرتك احنا الوقت خلاص بنعالج بالباست بروتوكول للمستوى العالم هبشرك ان شاء الله تعالى السنة الجيهة ان هناك مركز بحسي منارة على مستوى الشرق الأوسط اللي ما يكون جزء من العالم هاو تديل ما يحدث نموذج متفرد احنا شفنا نموذج الأورام في العالم الناموذج مش موجود في العالم ما يحدث بجدية بجدية الناس القائمين على العمال بجدية الألام اللي مهتم منه هو يشوف اللي بيحصل وين الرسالة للناس المواطنين فاضل فقط حاجة عالي يا ستة يا مصري يا مرأة يا مصري انزلي روحي انزلي مش حاجة مخيفة خالص لا المرض مخيف ولا الإجراءات اللي هتعملها مخيفة كسرنا كل الحواجز بتاعت حضرتك ولا مكلفة ولا متعبة لا فيه نفسي ولا مادة ولا سوشيال ولا متعبة وبنوفر لحضرتك شفت الموعيد انت خلصت زي أربع شهور إلا حاجة وعشرين يوم تم